مرحبا أعزائي المفكرون كيف حالكم؟ سوف نتحدث هذا الأسبوع عن حرف الألف سوف نقوم بممارسة مهارة التحدث والاستماع سوف نستمع إلى قصة الأرنب أمير ثم سوف تقوم عزيزي الطالب بترتيب الصور سور قصة أمير ترتيبا صحيحا وتقوم بسرد القصة بطريقتك الخاصة سنمارس أيضا مهارة القراءة حيث سوف نقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية الذي يتحدث عن حرف الألف عن قصة حرف الألف استمع وأردد استيقظ سكر باكرا غسل وجهه بالماء والصعبون ونظف أسنانه جيدا قال سكر صباح الخير وتناول طعام الإفطار ثم ركبا حافلات الروضة إذن هذه هي نص القراءة يوجد فيها الكثير من الكلمات التي تحتوي على حرف الألف أيضا سوف نقوم بمشاهدة لوحة المحادثة الموجودة في كتاب اللغة العربية وهنا عليك عزيزي المفكر أن تكون طالبا مفكرا ومتواصلا وتعبر عما تشاهده في هذه اللوحة ماذا تشاهد أشياء يوجد فيها حرف الألف؟ انظر جيدا إلى اللوحة وتأملها واذكر الأشياء التي يوجد فيها حرف الألف أيضا سوف نمارس مهارة الكتابة من خلال التلوين أولا داخل الخط عليك تلوين حرف الألف الممدودة والمقصورة داخل الخط ومن ثم عليك أن تصل بين الصورة مع شكل الحرف المناسب ساعة ألف ممدودة حلوة ألف مقصورة خاتم ألف ممدودة أفعى ألف مقصورة ومن ثم عليك كتابة حرف الألف بالشكل الصحيح على السطر وعليك كتابته أيضا بالشكل الصحيح الألف الممدودة والألف المقصورة ثم عليك هنا أن تضع دائرة حول الألف وتضع دائرة حول الصورة التي يوجد فيها حرف الألف أيضا يوجد لدينا الكثير من التدريبات الصفية التي سوف نقوم بها داخل الحصة وسوف تمارس المهارات الاجتماعية وهي أن تبني علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين وتتعاون مع زملائك وتظهر الذكاء العاطفي وتكون واعي اجتماعيا وتتحمل المسئولية وتحل الخلافات حتى تكون طالبا متواصلا تحدث عن أفكارك ويمكنك التعبير عن نفسك ويمكنك التواصل بعدة طرق مختلفة إذن أعزائي الطلبة هذا كل ما لدينا عن حرف الألف شكرا لكم وإلى اللقاء في حرف جديد شكرا لكم